موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أخبارنا من قناة عدن الفضائية نستهلها بأبرز العنوي موسيقى رئيس الجمهورية يطلع في اتصال هاتفي بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية على جملة الأوضاع بالعاصمة المؤقتة عدن موسيقى رئيس الجمهورية يستقبل سفير رئيس الولايات المتحدة الامريكية والمملكة العربية السعودية لدى بلادنا موسيقى موسيقى أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مجددا أجرى فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري للوقوف على جملة الأوضاع بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة بما يهدف لتعزيز الأمن والستبابع وتوحيد الجهود والصفوف والحفاظ على وحدة النسيج المجتمعي وتعزيز روح المقاومة وتسخير كافة الإمكانيات والجهود في مواجهة العدو المتربص بالشعب اليمني في كل منطقة وموقع من الميليشيات الحوثية الإيرانية ووجه فخامة الرئيس نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية ذات العلاقة وبتكاتف جميع أبناء المحافظات المحررة لتوحيد الإمكانات لمواجهة خصم الشعب اليمني المتمثل في الميليشيات الحوثية الإيرانية ومن يسالدها لافتا إلى ما قدمته عدن ولحج وأبيا والضالع وتعز وباقي المحافظات من تضحية جسيمة في سبيل ذلك وبسط نفوذ الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين والاهتمام باحتياجاتهم ومعيشتهم اليومية وشدد رئيس الجمهورية على أهمية أن تنصب جهود الحكومة ومختلف المؤسسات وكذلك كافة القوى والمكونات التي ترى في الميليشيا الحوثية خصما حقيقيا للشعب اليمني لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية وإشعار المواطن بالأمل بعد تضحيات جسيمة قدم خلالها خيرة شبابه في معارك الدفاع عن الأرض والعرض وأكد فخامة الرئيس على ضرورة رفع مستوى الأداء وتنسيق الجهود مع الأشقاء بما يعود بالنفع على المواطن ومواجهات الميليشيات الحوثية وكذلك لمواجهة ما تخلفه بعض الكوارث الطبيعية كما حدث في الفترة الأخيرة في عدن والمحافظات المجاورة من جانبه عبر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية عن امتنانه لمتابعة فخامة الرئيس لمخترف التطورات التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة لها بجوانبها المختلفة وذلك في إطار اهتمام فخامة الرئيس الدائم بأوضاع الوطن عموما مؤكدا العمل مع مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية وبتعاون المواطن نحو تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس بما يفضل استثباب الأمن والاستقرار وتثبيت السكينة العامة والانتصار لإرادة شعبنا اليمني في دحر مشروع التمرد والانقلاب وتوحيد الصف واللحمة الواحدة لذلك من قوة وعز شعبنا اليمني استقبل فخامة الرئيس عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى اليمن كريستوفر هنزل جرى خلال اللقاء تناول جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالشأن اليمني وتطورات الأوضاع بصورة عامة وأكد فخامة الرئيس التزام الحكومة الشرعية بالسلام الذي قدمت من أجله التنازلات والمرتكز على المرجعية الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216 وثم نهف خامة الرئيس دعم وجهود الولايات المتحدة لليمن ومسارات السلام مشيدا بالتعاون المشترك بين البلدين على مختلف المستويات من جانبه عبر السفير الامريكي عن سروره بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار التشاور والتعاون المشترك بين البلدين مؤكدا دعم بلاده لليمن وحكومتها الشرعية كما تنول اللقاء عددا من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي أكد فخامة الرئيس عبدالربونصر هذه رئيس الجمهورية على متانة وعمق العلاقة الأخوية المميزة التي تربط اليمن بالمملكة العربية السعودية والمبنية على الشراكة ووحدة الهدف والدم والمصير المشترك جاء ذلك خلال استقبال فخامة الرئيس لسفير المملكة لدى اليمن محمد سعيد الجابر وحمل فخامة الرئيس السفير السعودي رسالة خطية لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تتعلق بالعلاقات الأخوية وآفاق تعزيزها وتطويرها متضمنة صورة متكاملة وموجزة لمجمل الأوضاع والتحديات التي تشهدها اليمن في ظل الظروف الراهنة من جانبه أكد السفير السعودي على عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين لافتا إلى مواقف المملكة الثابتة لدعم اليمن وقيادتها الشرعية في الانتصار لإرادة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في السلام والأمن والاستقرار والعيش الكريم كما تناول اللقاء جملة من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي التقى رئيس مجلس النواب سلطان البركاين رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي وأعضاء المكتب التنفيذي للمجلس جرى خلال اللقاء بحضور ممثلي اليمن في البرلمان العربي الدكتور مهدي عبدالسلام وعلوي الباشا بن زبع والدكتور صالح باعشر وعضوى مجلس النواب أنصاف مايو عبدالرحمن معزب ونائب المندوب الدائم لبلادنا في جامعة الدول العربية مساعد الشاعري مناقشة مجالات العمل العربي المشترك ودور المجلس المجالس البرلمانية وعلاقاتها بالبرلمان العربي لمواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بالمنطقة واستعرض رئيس مجلس النواب مسيدات الأوضاع على الساحة اليمنية مشيرا إلى ما تسببت به الميليشيات الحوثية الانقلابية من تدهور في الأوضاع الإنسانية والاقتصادية جراء انقلابها على مؤسسات الدولة ورفضها للحوار والانصياع للقرارات الأممية وإرادة الشعب اليمني لافتا إلى أن الميليشيات الحوثية البدعومة من إيران دمرت كل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات بشأن تحقيق السلام في اليمن وضربت القرارات الأممية عرض الحائط وأشار البركاني إلى العرقي التي وضعتها الميليشيات الحوثية لإفشال اتفاق ستوك هولم مؤكدا أن الحكومة اليمنية قدمت كافة التسهيلات للجهود الأممية لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل المرتكز على المرجعية الأساسية وتنفيذ اتفاق ستوك هولم المتصل بالحديدة لافتا إلى أن ميليشيات الحوثي الإنقلابية تنصلت عن كل التزاماتها ونكثت بالعهود بغية إطالة أمد الحرب وقال إن مخاطر إيران لا تتوقف بل تسهدف عبر ميليشياتها الإرهابية في المنطقة تهديد الأمن القومي العربي والسلم العالمي وخلق القلاقل والأزمات المتتالية من خلال تهديدها للمرات المائية في البحر الأحمر ومنابع النفط في المنطقة والمنشآت الحيوية وتنامي تواجد الجماعات الإرهابية وهو ما يهدد الأمن القومي العربي وتطرق البركاني إلى الجهود التي تبدلها القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية في سبيل استعادة الدولة واستكمال بناء مؤسساتها واستئناف مجلس النواب لعقد جلساته وتفعيل دوره التشريعي ومراقبة أداء الحكومة مثمنا دور البرلمان العربي ومواقفه المساندة للشعب اليمني وحضور رئيس البرلمان العربي لجلسة عقاد مجلس النواب التي عقدت في مدينة سيئون بمحافظة حضر موت وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة تفعيل دور البرلمان العربي بشكل أكبر لما من أجله التصدي المشاريع التدميرية التي تستهدف أمن والاستقرار ووحدة الشعوب العربية مؤكدا على أهمية تعزيز التضامن العربي لمواجهة التحديات التي تواجه أمتنا العربية وأشهد رئيس مجلس النواب بالمواقف الأخوية للتحالف العربي بقيادة المملكات العربية السعودية ودعم أسناد من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب الشعب اليمني ضد الإنقلاب الحوثي وإيقاف التمدد الإيراني في المنطقة من جانبه أكد رئيس البرلمان العربي دعم البرلمان العربي للشعب اليمني ولقيادته السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الرب منصر هادي رئيس الجمهورية في مواجهة الميليشيا الإنقلابية ومشاريعها التخريبية والتدميرية والتي تستهدف اليمن والمنطقة العربية بشكل عام مشيرا إلى أن البرلمان العربي يتابع بالسمرار الأوضاع في اليمن باهتمام وقد أصدر عدة قرارات وبيانات لدعم التحالف والشرعية وإنهاء الإنقلاب وأكد السلمي أن تواجد السلطة التشريعية والتئام البرلمان اليمني وانتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس تعد خطوات هامة لتعزيز دور الشرعية مجددا استمرار دعم البرلمان اليمني في كافة المحافل العربية والدولية كما أكد أعضاء المكتب التنفيذي البرلمان العربي دعمهم لليمن وقيادته السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الربون صرهادي رئيس الجمهورية في مواجهة الإنقلاب وفي نهاية اللقاء سلم رئيس البرلمان العربي درع البرلمان لرئيس مجلس النواب سلطان البركاني قال ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي صاحب السموس الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود أن مواقف التحالف لدعم الشرعية في اليمن بإنهاء الأزمة اليمنية موقف واضح في تأييد جهود التوصل لحل سياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 22-16 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ونقبل مشاركة الأطراف اليمنية كافة في العملية السياسية ولكن وفق ما نصت عليه المرجعية الثلاث وأضاف السمو الأمير في حوار أجرته معه صحيفة الشرق الأوسط لن تقبل المملكة استمرار الميليشيات وبقاءها خارج مؤسسات الدولة وسعيا لتحقيق هذا الهدف انهائي سنواصل عملياتنا ودعمنا للشعب اليمني في سعيه لحماية استقلاله وسيادته مهما كانت التضحيات وأكد مواصلة المملكة جهدها على الصعيدين الإنساني والاقتصادي وفي مجال إعادة إعمار المناطق المحررة لأن هدفنا ليس فقط تحرير اليمن من وجود الميليشيات الإيرانية وإنما تحقيق الرخاء والاستقرار والإزهار لكل أبناء اليمن التقى نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي في العاصمة المؤقتة عدن سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى اليمن وانج شو جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتفعيلها في مختلف المجالات وإمكانية توسيعها مع الشركات الكورية الجنوبية وبحث فرص استثمارية لتشمل مساعدة بلادنا في توفير الآليات والمركبات في مجال إصحاح البيئي والصرف الصحي وتحسين النظافة بالمدينة وأشهد نائب رئيس الوزراء بتطور مجالات التعاون الثنائي بين الجانبين في المشاريع الاستثمارية مثمنا دعم الكورية الجنوبية لليمن وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف لا سيما خلال هذه المرحلة الراهنة مشيرا إلى أن المساعدات المقدمة سهمت في التخفيف من معاناة الشعب اليمني التي تسببت بها ميليشيات الحثي الإنقلابية وتطلع الخنبشي إلى إمكانية تبني الحكومة الكورية مشاريع صغيرة يستفيد منها قطاعات واسعة من العمالات اليمنية في سوق العمل بالإضافة إلى برامج دعم عاجل لصنادق النظافة والصرف الصحي في المحافظات المحررة من جانبه أكد السفير الكوري مواصلة بلاده تقديم الدعم لليمن في مجالات الصحة والكهرباء وغيرها من المجالات الاقتصادية لافتا إلى أنه سيتم الأربعاء القادم تدشين المساعدة الغذائية الكورية بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة دشن نائب رئيس مجلس الوزراء دكتور سالم الخنبشي ومعه وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس امتحانات الثانوية العامة بقسمها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2018-2019 في ثانوياتي البيحان النموذي للبنين وبا كثير للبنات بمديرية الصيرة في العاصمة المؤقتة عدن والطلع الخنبشي ولملس ومعهما محافظ محافظة عدن أحمد سالم ربيع على سير العملية الامتحانات في مدرستي البيحاني وبا كثير وطاف في الفصول الدراسي وحث الدكتور الخنبشي الطلاب على بذل مزيد من الجهود والمذاكرة لتحقيق أعلى درجات التحصيل العلمي مؤكدا اهتمام الحكومة بفئة الشباب الذين سيكونون قادة في المستقبل وستبنى على أيديهم وأفكارهم البلد وتذلل كافة الصعوبات والعراقية التي قد تواجهوا الطلاب أثناء الامتحانات متمنيا لهم التوفيق والنجاح وأوضح وزير التربية أن عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية العامة في المحافظات المحررة 90 ألف طالب وطالبة يتوزعون على أكثر من 750 مركزا اختباريا في 13 محافظتين محررة بما فيها 720 طالبا وطالبة في سبع دول مشيرا إلى أن وزارة التربية قامت بفتاح أربعة كونترولات في محافظات عدن وحضر موت ومأرب وتعز حضرت تدشين مدير مديرية صيرة خالد سيدو وعدد من المسؤولين في مكتب التربية بعدن دشنا في مدرسة باكثير وقبلها أيضا البيحان النموذجية اليوم الأول من اختبارات الثانوية العامة في هذا اليوم يتقاطر عشرات الآلاف من أبناء بلادنا إلى مراكز الامتحانات في مقدف عموم المحافظات المحررة والحقيقة مقدرين أنه هذه الأيام تجرى الامتحانات في أجواء حارة جدا ونسبة الرطوبة مرتفعة جدا ندعو من هذا المكان أن مسأ العامة الكهرباء أن تنسق مع الإخوة في وزارة التربية والتعليم السلطة المحلية بالمحافظة أن الفترة الخاصة بالامتحانات من ثمان ونص حتى سال حادي عشر حيثما وجدت مراكز الامتحانات يتضل الكهرباء مستمرة حتى يتمكنوا الطلاب في هذا الجواء الحارة من تارية امتحاناتهم نشكو في هذا المقام كل منتاسبي وزارة التربية والتعليم وبشكل خاص المكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن ومكاتب التربية في مديريات محافظة عدن والإخوة المراقبين هذا اليوم هو يوم حصاد الجهد الجماعي الجمعي لكل من الهيات التدريسية والتعليمية في المدارس في التعليم الثاني وأيضا طلابنا في مختلف مراكز الامتحانات التي تجرى يوم الامتحانات فيها نحن في الحكومة وفي السلطة المحلية سنوفر الأجوال آمنة من حيث استمرارية الكهرباء أو توفير بعض الخدمات اللازمة لاستمرارية الامتحانات أو أيضا القضايا الأمنية التي تخلق لنا بيئة آمنة هادية مستقرة للطبلابنا وهم يدون امتحاناتهم في الثانوية العامة بحث وكيل وزارة الخارجية لشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش مع السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تستو العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وعدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام من الشرك وتطورات الأوضاع على الساحة اليمنية وجدد وكيل وزارة الخارجية التزام الحكومة بإحلال السلام المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرار 22-16 مشيرا إلى أن الميليشيات الحوثية الإنقلابية ما تزال تختلق الأعذار والعراقي للتهرب والتحاول على تنفيذ اتفاق ستوكول مطالبا المجتمع الدولي بممارسة مزيد من الضغط على الميليشيا لتنفيذ الاتفاق الذي رعاته الأمم المتحدة وأشاد بمساهمة فرنسا في دعم الحكومة اليمنية والعملية السياسية ومساهمتها الفاعلة في جهود الإغاثة في اليمن مؤكدا اهتمام الحكومة اليمنية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات من جانبه أكد السفير الفرنسي حرص بلاده على دعم الحكومة اليمنية ودعم السلام والاستقرار مشيرا إلى متابعة فرنسا عن قرب التطورات الأوضاع في اليمن خاصة فيما يتصل بتنفيذ اتفاق ستوكولم واجدد كريستيان تستو دعم فرنسا للعملية السياسية في اليمن وفقا للمرجعيات المتفق عليها وتقديم يد العون للشعب اليمني في مختلف المجالات أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه أبهاء وقال العقيد المالكي في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية واس أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة دون تحقيق أي من أهدافها وأعمالها الإعدائية لا مسؤولة حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات وأضاف المالكي أننا إذ نؤكد حقنا المشروع باتخاذه وتنفيذ إجراءة الرادع المناسبة لتعامل مع هذه الأعمال الإعدائية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية تمكنت قوة الجيش والمقاومة الجنوبية في جبهة موريس شمال محافظة الظالع من استعادة السيطرة على مواقع جديدة كانت تحت سيطرة الميليشيات الحوثية في مناطق غرب مديرية قعطبة شمال المحافظة وأفدت مصادر عسكرية في جبهة موريس أن قوة الجيش والمقاومة شنت هجوما واسعا على مواقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي وتمكنت من تحريرها غرب مديرية قعطبة وأكدت المصادر أن مناطق غول الدار وباب غلق وجبال التباب السود والبيض وقصبت الدوير والجبال محيطة بقراء شليل وهجار وسليم أصبحت تحت سيطرة الجيش والمقاومة وسط تقدم نحو منطقة الفاخر وقالت المصادر أن قتل من ميليشيات الحوثي بينهم قيادات ميدانية تابع لهم إضافة إلى خسائر فادحة في العداد مشيرا إلى أن قوات الجيش مستمرة في التقدم فيما تعيش ميليشيات الحوثي حالة من الانهيار وتواصل قوات الجيش والمقاومة في جبهة موريس تقدمها والسعادة المواقع التي سيطرت عليها ميليشيات الحوثي في مناطق غرب قعطبة خلال الأشهر الماضية استشهدت امرأة وأصيبت أخرى في قصف بقذائف هاون شنتهم ميليشيات الحوثي الانقلابية على قرية شخب شمال غرب مديرية قعطبة بمحافظة الظالع وأوضح مصدر محلية أن الميليشيات قصفت بشكل عشوائي منازل المواطنين في قرية شخب في إطار استهدافها اليومي للأحياء السكنية مشيرا إلى أن قذيفة هاون سقطت في منزل المواطن عبد الملك ناجي مثنى مما أدى إلى استشهاد المرأة وإصابة أخرى وتضرر المنزل بشكل كلي ولفت المصدر إلى أن هذه الجريمة تضاف إلى جرائم الميليشيات اليومية التي تسهدف المدنيين سواء بالقصف العشوائي أو القنص والتي أدت إلى استشهاد وأصابة عشرات المدنيين بمديريات قعطبة وحجر الظالع والأزارق أحبط الجيش الوطني هجوما لميليشيا الحوثي الإنقلابية في منطقة قانية محافظة البيضاء وقالت مصادر ميدانية أن الهجوم أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الإنقلابية وإجبار من تبقى منهم على الفرار وذكرت المصادر أن قوات الجيش الوطني استهدفت بالمدفعية الثقيلة طقما لميليشيات الحوثي الإنقلابية بموقع الشبكة بذات المنطقة وأوضحت أن الاستهداف أسفر عن تدمير الطاق ومصرع كل من كانوا على متنه من عناصر ميليشيات الحوثي الإنقلابية قالت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني بالمنطقة العسكرية الخامسة سيطرت على أسلحة وذخائر تابعة لميليشيات الحوثي الإنقلابية في جبهة عبس محافظة حجة وأوضحت المصادر أن الآليات التي تم السيطرة عليها مزودة بمنصات صواريخ متحركة ومدافع هاوزر إضافة إلى صواريخ مضادة للدروء ومدفع هاون مضيفة أن السيطرة على المقع تمت بعد نصب كمين محكم دفع مقاتلي الحوثي للفرار وترك آليات وذخائر عسكرية كبيرة في السياق ذاته شنت مقاتلات التحالف غارتين استهدفت عربتين عسكريتين تقلان مسلحين حوثيين بمديرية مستبى شمال محافظة حجة كما دمرت غارة مماثلة شنتها مقاتلات التحالف مخزنا للألغام والعبوات الناسفة تابعا للميليشيات الحوثية في منطقة البداح بمديرية عبس أفادت مصادر محلية في العاصمة صنعاء بسماع دوي انفجارات ضخمة بالقرب من مطار صنعاء الدولي وشارع ستين وسط العاصمة صنعاء وقالت المصادر أن انفجارات ضخمة دوت في منطقة بني الحارث الواقعة بالقرب من مطار صنعاء وفي شارع ستين وأوضحت المصادر أن الطيران التحالف العربي شن عدة غارات على مواقع الميليشيات في هذه المناطق ما أدى إلى انفجارات عنيفة متتالية في أرجاء العاصمة صنعاء لقي عشرة من عناصر ميليشي الحوثي مصرعهم وجرح أربعة آخر جراء انقلاب طقم للميليشيات في مديرية أرحب وكشفت مصادر مطلعة أن طقما حوثيا كان يسير بسرعة كبيرة انقلب بعد سماع تحليق لمقاتلة حربية تابعة لتحالف دعم الشرعية فوق منطقة بوسان وأضافت المصادر أن سائق طقم الحوثيين فقد القدرة على التحكم به جراء السرعة الزائدة ما أدى إلى مقتل عشرة مسلحين على الفور جراء إصاباتهم البالغة فيما نقل أربعة إلى مستشفيات في صنعاء وهم في حالة خطيرة وأشارت المصادر أن خمسة من الصرع الحوثيين ينتمون إلى أسرة واحدة قام محافظ عدن أحمد سالم ربيع بزيارة ميدانية في أحياء وشوارع مديرية المنصورة يرافقه خلالها أمين عام المجلس المحلي بدر معاون وخالد الجعيم ملاني وكيل المحافظة ومدير مديرية المنصورة محمد البري واطلع المحافظ خلال النزول الميداني على مختلف الخدمات بالمديرية من مدير عام المديرية وعلى الإشكاليات العديدة التي تشهدها وفي المقدمة الضرار سيول الأمطار ومشاكل الصرف الصحي والمياه والكهرباء والنظافة والبناء والربط العشوائي للمياه والكهرباء والانعكاسات السلبية لتلك الإشكاليات على أداء السلطة المحلية في المديرية مستعرضا الجهود الكبيرة للسلطة المحلية في المديرية وبالذات في مجال النظافة كما وجه المحافظ بهذا صدد المرافق الخدمية ومؤسسات المياه والصرف الصحي بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة لمعالجة إشكاليات طفح المجاري من جميع شوارع وأحياء مديرية المنصورة خصوصا الشوارع الداخلية والخلفية وتنظيف وصيانة المناهل وتوفير الأغطية لها وشبكة الصرف الصحي ومحطات الضخ كما وجه الجهة المعنية والسلطات المحلية في المنصورة بتنشيط جهود مكافحة توسع البناء العشوائي وكذا الربط العشوائي للكهرباء والمياه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحد من ذلك دشن محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد عبدالله التركي ومعه رئيس لجنة الإشراف بوزارة التربية والتعليم الدكتور محمد عمر باسليم الامتحانات النهائية للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019 بمدرسة القادسية بمديرية توبن ومدرسة الزهراء بمديرية الحوطة وأشاد المحافظ بمستوى الترتيب والتنظيم لعملية الامتحانات والتي يأمل الجميع أن تثمر الجهود التي بذلها الطلاب خلال السنوات الماضية وأن يتحصلوا على المراتب الأولى والانطلاق نحو الدراسات العليا بهدف بناء وتطوير وطننا العظيم من جهته أوضح مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الدكتور محمد سعيد الزوعري أن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام في القسمين العلمي والأدبي 9,698 طالبا وطالبة في عموم مدارس مديريات المحافظة مشيرا أن عدد المراكز التي استقبلت طلاب المحافظة 106 مراكز 106 مراكز نحنا علمنا عامل في عام ١١١٨ وذلك ونعمل في ٢١١١٨ لا للغش نحنا بحاجة إلى قطلاب يكونوا موكبين للمستقبل موكبين للتكنولوجيا موكبين للعالم كلمة الغش هذا انتهت نحنا بحاجة إلى مهندس يكون يخضب البلاد. يكون مهندس صخر. بحاجة لدكتور يعالج المريض ويصنع عملية ويكون هذا المريض صحيحا فعالي. هنا بحاجة الى طيار ويقلع ويقول مراء اكثر من اربعمائة راكب يصرهم بسلام. ناريد ده قالب عايش عالقش. ويخرج شهادات كلها قش. لانه اليوم ما تخش اقربة تخش لكن فيقي يوم يوم تنفيذ العمل يوم ده بتخش وتكون انت عرضات للإقراءات للحساب. فبنا يأتي لكم بالنجاح والطوبيب في هذا السرخ العلمي المهم والاهم. واتمنى لكم بصفر زاهر والسلام عليكم الله. احراك صعوبات القهربة والحر الشديد في هذا الموسم. ولكن هذا كله تعودنا عليه. متفورتنا. متفورتنا احنا كمسكوليين الان في الترمية التعليم. ما فينب هذه الطروف الصعبة. صح الحرار زادت بعض الدرجات. ولكن علينا ان نعرف ان انا امام امام تحديد مصير لكل واحد منكم. اذا سيبا قال بس يكتر محافظ. نتمنى اختبارات خالية من الغش. سوف ترحل الترمية التعليم هذا العام والعوامل القادمة على بناء جيل جديد. اللي ها يتعلم بعض السلوكيات التي استهادت في المرحلة الماضية. هذه سلوكيات السلبية. لا يجب ان نمتها. علينا انتزم بالقواعد المنظمة لعبية الاختبارات. وكلكم مع عافلنا. وعلى مدير المركز الاختباري. الاتزام الصاري بها. صح الوش تحول لقشي اكتروني. لكن برضو. لكن نبدو. واسلام كل الأجهزة الاخترونية عن النور. دشنا محافظة محافظة الضالع. اللي والركن علي المقبل صالح. امتحانات المرحلة الثانوية العامة. بقسميها العلمي والأدبي في مدرسة الشهيد علي محمد صالح للبنات بالضالع. وقام بزيارة لعدد مراكز الامتحانات في مديرية الضالع. وتفقد المركز الامتحاني بمدرسة الشهيد صالح احمد عنتر بالجليلة. ومدرسة الشهيد احمد عبادي صالح الوعرة. وخلال زيارة حثى المعلمين والمراقبين الى وضع مستقبل الطلاب نصب اعينهم. باعتبارهم جيل المستقبل يأتي في مرحلة ينتظر الوطن عقولا منيرة تنير بها مستقبل البلاد. ويعيد للوطن نهضته وتطوره وينهي الصراعات والحرب التي قامت بها ميليشيات الحثي التي دمرت كل جميل. متمنيا توفيق والنجاح لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية. رافق المحافظ خلال زيارته وكيل المحافظة لشؤون المديريات كمال عبايد حسين. ومدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة محسين الحنق. ومدير مديرية الظالع عبدالواسع صالح احمد. والعميد الركن عبدالله مهدي. وعدد من قيادات السلطة المحلية والتربويين بالمحافظة. دشنا محافظ محافظة الظالع اللوء الركن علي مقبل صالح بحضور وكيل المحافظة لشؤون المديريات كمال عبايد حسين. ومدير امن المحافظة العميد الركن عدلان الحتس. ومدير الاحوال المدنية العقيد الركن صالح علي. ومدير الشرطة السير بالمحافظة العقيد الركن صالح عبايد. افتتاح مشروع الاصدار الالي لشرطة السير في محافظة الظالع. الذي يأتي ضمن الخطوات الهامة والدعم المقدم من وزارة الداخلية. وفقا لتوجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد بن احمد الميسري. وقدم محافظة الظالع شكره وتقديره لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية على اهتمامه الداخلية على اهتمامه وجهوده التي يبذلها في اعادة بناء ودعم المؤسسات الامنية بالظالع. منوها الى ان الظالع تمر بظروف استثنائية بسبب الحرب الدائرة والمؤامرات التي خططوا لها من قبل الميليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من ايران. وكذا مدير شرطة المرور بان عملية الاصدار الالي تأتي في مرحلة هامة. داعيا كافة المواطنين للتفاعل مع عملية الاصدار الالي للحصول على رخص القيادة بكل سهولة وفقا للاجراءات القانونية اللازمة حيال الحصول عليها. دشنا بمحافظة ماري باقتبارات الثانوية العامة في مدرستين ميثاق الشهيد محمد هايل الى التفاصيل مع مراسلنا محمد الجداسي. كنا محافظ محافظة بمحافظة ماري باقتبارات الثانوية العامة هنا بمحافظة ماري بعاصمة تقليم سبا في مدرستين الميثاق والشهيد محمد هايل في عاصمة المحافظة. اكد المحافظ على اهمية توفير المناخات المنائمة للطلاب والطالبات لسير اداء الامتحانات على محافظة والمدريات. موثمنا دور مكتب التربية والتعليم في العلال والتحضير لسير الاختبارات. لاثن عشر سنة بدلوا خلال هؤلاء الطلاب الجهود الكبيرة في التحصيل العلمي وهم اليوم يقطفون ثمرة هذا التحصيل العلمي. نحن في البداية نرحب بالاخوة المدراء الذين شاركونا من وزارة التربية والتعليم والشكر موصول للأستاذ الدكتور عبدالله لملة وزير التربية والتعليم لما يولونه من اهتمام في وزارة التربية والتعليم بالتعليم. ونحن في السلطة المحلية نبدل كل ما في وسعنا من جهد وامكانات لدعم تطوير قطاع التعليم لما له من اهمية. اعتبار التعليم هو مفتاح التنمية وهو هدفه ايضا. الانسان الانسان هو مفتاح التنمية وهدفه في ذات الوقت. وبدون تعليم لا نستطيع ان نتجاوز المشاكل التي نتعرض لها طوال المراحل السابقة كلها. كل ما وصلنا اليه هو باسباب ضعف التعليم وضعف القدرات لدى الشباب. نحن بحاجة الى كفاءات والى قدرات. لعلكم تذكرون انني وجهت بانشاء مدرسة نموذجية تستوعب الموهوبين والمتفوقين. ونحن في طريقنا في هذا الاتجاه باذن الله. وايضا ابشركم ان المشرف على الاعمار السعودي في الاشقاء في الملكة العربية السعودية استعدوا ببناء هذه المدرسة كاملة وطلبوا من الدراسة لهذا الغرض. نحن نهتم في هذا الجانب بكل ما اتينا من قوة. لان نعتبر ان الوسيلة كما قلت لكم هي التعليم. ايضا يسعدنا في هذا العام اننا بدأنا افتتاح او الحصول على الكنترول للتصحيح في اقليم سبا. وهذه خطوة على طريق بناء الاجالين باذن الله تعالى. اه نشكر ادارة التربية والتعليم في محافظة مارب وعلى رأسها الاخ الدكتورة العباب والاخوة الاسادة ومدراء المدارس والمدرسين. لما يقولونها من جهد واهتمام في هذا المجال. ونتمنى لجميع التوفيق والنجاح بين الله تعالى. من جانب اوضحة مدير عام مكتبة تربية والتعليم الدكتورة العباب. سير الامتحانات في مراكز على المحافظة والمديريات. وعلى الطلاب والطالبات والمراكز الامتحانية. بالله الرحمن الرحيم. بمعاية الاخ محافظة محافظة الواء سلطان بن علي العرادة. اه تم تدشير اليوم امتحانات ثانوية العامة العام ١٨١١. اه طبعا تقدم الامتحانات حوالي ثلاثة الاف واربعمائة وعشرين طالبا وضالبة. اه طبعا لهذا العام يختلف عن العوام السابقة في ان طلاب النازحين تم دمجهم مع كافة مراكز اه المحافظة. ولم يكن هناك اه مركز خاص بالنازحين. وانما تم دمج اللميع ليكون اه ابناء انا في قاعات واحدة ومتساوية. مشرف وزارة التربية والتعليم ما اشاد بالقهود المفذولة من قبل السلطان المحلية ومكتب التربية والتعليم لتوفير المناخات الملائمة والمناسبة للطلاب والطالبات لاداء اختبارات الشهادة العامة. اه بلفقة الشيخ اه سلطان العادة محافظة وايضا بلفقة الدكتور العباب مدينة مكتب التربية. ولمسنا في هذا اليوم كثير من التنظيم بصلاحة في اه بدء الاختبارات والهدوء السعيد في اه اه غرف قاعات المتحان. ولا يوجد هناك اه 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 او او حجد من القماءة من من اولياء الامور او من المارة في قانب الملاكز الامتحانية. ونتمنى ايضا ان تسير بهذا الشكل الى اخر يوم في الامتحان. مشرفية الملاكز الامتحانية اكدوا بين السعيدات كانت منذ وقت مبكر وعلى قدم وساقة لسير امتحانات بشكل ميسر للطلاب والطالبات على مسر المحافظة والمديريات. لقناة عدل الفضاية محمد القداسي محافظة مارب. تفقد وكيل اول محافظة عدن محمد نصر شاذلي سير حملة رفع مخلفات الامطار والسيول. في مديريتي المعلى والتواهي والطلعة خلال زيارته لمديرية المعلى من مدير المديرية فهد مشبق على ما تم انجازه في الحملة في شوارعها الرئيسية والفرعية من استكمال رفع مخلفات السيول من الشارع الرئيسي بشكل كامل وفتح مجاري الصرف الصحي وما يتم من عملية استكمال رفع المخلفات في الخط الدائري وشارع الصعيدي للبدء بالمرحلة الثانية من حملة النظافة وتأهيل مجاري السيول ومصارفها وفقا لخطة الحملة. وفي مديريتي التواهي طلع الوكيل خلال لقائه مدير المديرية عبد الحميد الشعيبي وأمين المجلس المحلي بالمديرية سعيد شيباني على ما تم انجازه من الحملة والذي يصل إلى تسعين بالمئة من حجم الحملة في منطقة التواهي والقلوعة وذلك برفع كافة المخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية إضافة إلى الاستعدادات التي يتم الترتيب لها لبدء المرحلة الثانية من كنسي وبرش الأتربة وكذا تأهيل منافذ الصرف الصحي في المديرية ومحطة شفط المجاري وبالتعاون مع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي. رافقه خلال زيارة المهندس زكي حداد مدير قطاع الصرف الصحي بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي. حضر وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع المهندس غسان الزامكي حفلة تسليم مبنى مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة الذي قامت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإعادة تأهيله وخلال حفلة تسليم عبر الوكيل عن تقدير قيادة المحافظة لكل التداخلات التي تقوم بها المنظمة الأممية المختصة بشؤون اللاجئين والتي كان آخرها تأهيل مبنى مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالعاصمة المؤقتة عدن. من جانبها أكدت انتصار مرشد مدير التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة أن إعادة تأهيل المبنى سيمكن المكتب من تقديم خدمات أفضل وأوسع لجميع المتعاونين مع بلادنا من المنظمات والصنادق الدولية دشن وكيل محافظة أبيان لشؤون الأمن العميد محمد ناصر الجحماء يرافقه مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الدكتور وضاح المحوري ومدير مديرية زونجبار نبيل محمد النمي الامتحانات النهائية لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019 في مدرسة 22 مايو بمديرية زونجبار التي يوجد بها أربعة مراكز امتحانات بإجمال 212 طالبا وطالبة في القسمين العلمي والأدبي وخلال التدشين طاف الوكيل بمراكز الامتحانات الأربعة للبنين والبنات في مديرية زونجبار مثمنا جهد مكتب التربية بالمحافظة خلال العام الدراسي الحالي من جانبها شرى مدير مكتب التربية بالمحافظة إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات النهائية لشهادة الثانوية العامة لهذا العام وصل إلى 3959 طالبا وطالبة في القسمين العلمي والأدبي موزعين على كافة مراكز الامتحانات في جميع مديريات المحافظة الـ 11 متمنيا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح والتفوق وحصد أعلى الدرجات العلمية دشنت بالمراكز الامتحانية بمحافظة تعز الاختبارات النهائية لشهادة الثانوية العامة للعام الحالي التفاصيل في سياق التقرير التالي تفقد وكيل أول لمحافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي ومدير عام التربية والتعليم عبد الواسع الشدادي سير الامتحانات لشهادة الثانوية العامة نحن اليوم نجشن اختبارات الثانوية العامة في محافظة تعز وقد قمنا بزيارة للعديد من المراكز الاختبارية ولمسنا أن الاختبارات تسير على قدم وساق والأمور مرتبة بالنسبة للجنة الفرعية وللإخوة المشرفين وأيضا الرؤساء اللجانة المراكز واللجنة الفرعية أيضا في تواصل مستمر في حل كل الإشكالات المتعلقة في الطلاب 145 مركز امتحاني يضم الطلاب والطالبات في محافظة تعز ومديرياتها يتحدى الحرب والحصار ويتقه لآفاق العلم والمعرفة طبعا يشرفنا وجودنا في هذه البركز الامتحاني 26 سبتمبر أحد المراكز الامتحانية هناك تلمس قيد حسب ما شفناه وعدد كبير لكن إن شاء الله الأمور تكون أحسن في قيادتنا في وزارة التربية سوف تسهل كل الأمور الامتحانية من أقل إنقاح الوقه الجمالي هناك طلوف صعبة رافقت الطلاب من خلال الحروب التي مرت ولا زالت نزوح من بعض المديريات إلى المراكز المدينة إن شاء الله نحن بنعمل معالقات لأخلالات التي تحصل أو حصلت ونحلها إن شاء الله وفق الإقراءات السليمة انطلقت عملية الاختبارات في صباح هذا اليوم في محافظة تعز لعدد 24 ألف طالب وطالبة موزعين على 145 مركز اختباري الجميع يؤدون اختبارتهم بكل يسر و بكل سهولة وهذا يعود إلى الاستعدادات الكبيرة التي سبقت عملية الاختبارات وصلنا إلى هذه النتيجة المستقرة والهادئة والأمور تسير على أكمل وقل بالنسبة لأبناء الطلاب النازحين سواء من محافظات أخرى أو من مديريات المحافظة الغير محررة وصلوا إلى هنا ويتم استقبالهم في مركز 26 سبتمبر هذا المركز الذي نتحدث لكم منه وبالنسبة للطالبات في المركز المجاور مدرسة الشهيد الحكيمي اليوم السلطة المحلية وقيادة التربية والتعليم في عمل دؤوب من أجل إنجاح عملية امتحانات الثانوية العامة لمائة وخمسة واربعين مركز امتحاني وهذا دليل أن التعليم هو في المقدمة في محافظة تعز نعايم خالد قناة عدن فضائية تعز دشن وكيل محافظة شبوى أحمد داغري والوكيل المساعد المحافظة سالم الأحمدي المرحلة الخامسة من مشروع التحويلات النقدية الطارئ للمشمولين بمساعدات الصندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظة والذين يتجاوز عددهم 63 ألفا وتبلغ قيمة استحقاقاتهم المالية الفصلية أكثر من مليار ريال ونوه الوكيل مستوى التنظيم لعملية صرف هذه المساعدات وأثنى على تواصلها وهميتها للمستفيدين منها بالمحافظة مشيدا بنظم المعلومات التي يعمل بها صندوق الرعاية باعتباره أكبر شبكة للضمان الاجتماعي في اليمن وثمن الدغاري عاليا مبادرة منظمة الينصف وغيرها من منظمات دولية في توطية وتوفير الدعمات المالية للشبكة التي تخدم قطاعا واسعا من الفقراء والمحتاجين الذين تضعفت معاناتهم من أزمة الحرب وتدهرت مستويات حياتهم المعيشية ناقش وكيل أول محافظات حضر موت عمر العلي بمدينة المكلة مع مدير مشروع الأشغال العامة بحضر موت والمهرة وسقطر المهندس عبد الرحيم حوري الاستعدادات للبدء بتنفيذ مشروع تحسين مدينة المكلة الذي يتضمن نحو 11 مشروعا بتمويل من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع يونوبس وتتضمن هذه الأعمال تهذيب مسائل الأودية وإعادة تأهل الإنارة والحدائق والرصف وتصريف المياه في عدد من المواقع بالمدينة دشن وكيل محافظة حضر موت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثير بسيئون حملة الرش الضبابي لأحياء مديرية سيئون التي ينفذها مكتب الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضر موت بتمويل من السلطة المحلية بالوادي والصحراء واستمع الوكيل من مدير مكتب الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضر موت دكتور هاني العمودي ومسؤول مكافحة حم الضنك والملارية دكتور غازي باشا مخا إلى شرح عن الحملة مشيرا إلى أن الحملة تأتي بعد تسجيل 81 حالة اشتباه بحم الضنك لفتا على أن هناك فريق متخصص بدأ نهيات شهر رمضان بعملية الاستكشاف والمسح اليرقي مثمنا دور السلطة المحلية والسيابة السريعة في تنفيذ الحملة للحد من انتشار حم الضنك والقضاء على أماكن تكاثرها حضر وكيل أول محافظة عدن ومحمد نصر شاذلي أربعينية فقيد الوطن المغفور له بإذن الله الدكتور خالد إبراهيم حريري وفي الفعالية التي بدأت بأي من الذكر الحكيم استعرضت زوجة الفقيد دكتورة فتحية منقوش سيرة من حياة الفقيد ومراحله والتي كان آخرها منصب أمين عام مجلس الوزراء كما ألقيت عدد من الكلمات تناولت دوره الاجتماعي والأدبي والنظالي إبان فترة الاستعمار البريطاني ودوره كمستشار وخبير دولي في مجال البيئة والمصائد السمكية لدى منظمة الأمم المتحدة افتتح بمدينة المخام حفظت تعز مشروع تعزيز القدرة الإنتاجية المياه بكلفة إجمالية بلغت مئة مليون ريال يمني بدعمه من دولة الإمارات العربية المتحدة وقال مدير مديرية المخى رئيس المجلس المحلي سلطان محمود أن هذا المشروع سيعمل على توفير المياه إلى منازل سكان مدينة المخى بصورة مستمرة وعلى مدى 24 ساعة دون أي انقطاع مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم قطاعات المياه والكهرباء والتعليم والصحة وغيرها من المجالات التي تخدم المواطنين ناقش أمين عام المجلس المحلي بمديرية خور مكسر بعدن ماجد الشاجري في اجتماع عقده بحضور مدير مكتب الصحة والمشرف العام على آلية تنفيذ حملة الرش الضبابي في المديرية الدكتور ناصر أحمد سبل إنجاح حملة مكافحة نواقل مرض حمضنك موجها فريق عمل الرش الضبابي وقسم صحة البيئة بسرعة التنفيذ لمواجهة أي واباء قد ينتشر في المدينة عقبه طول الأمطار الغزيرة مشددا على متابعة الرش الضبابي في جميع الأحياء للوقاية من انتشار الأمراض في المديرية دعيا أبناء المديرية إلى تعاون وتسهيل عمل الحملة من أجل أداء عملها بما يخدم للصالح العام حيث تم تقسيم المديرية إلى أربع مربعات لتستمر الحملة مدة أربعة أيام اختتمت في عدن مسابقة ثقافية الشعرية والتي خصص ريعها لصالح شق تعبيد طريق مديرية يافع بطول ثلاثة عشر كيلو متر بكلفة إجمالية مليون ريال سعودي برعاية وإشراف الرئيس الفخري للمشروع شيخ فضل الربيعي أبو ريان وشيخ زين أسعد أبو أسعد اختتمت مساء أمس المسابقة ثقافية الشعرية الذي كرست لدعم المشروع طريق بئر العروس عقور وادي بن جعفر المفلحي لبعوس وذلك بمشاركة عدد من المتسابقين الشعراء الشباب بفضل من الله سبحانه وتعالى وتعاون الأخيار في مقدمتهم أبو ريان وأبو أسعد الذي كانوا دعمين لهذا المشروع ومحفزين للشعراء انتهت يوم أمس المسابقة الشعرية بنجاح وأرفضت المشروع بسبعمائة وسبعة وشرين ألف ريال سعودي واختتمت الحملة بهذا المسابقة وهذا بفضل تعاون الجميع كل المناطق وكل الأهالي الذي ساعدونا في أنجاز هذا المشروع هذه المسابقة التي يرعاها ويدعمها مجموعة من رجال المال والأعمال والمغتربين من أبناء يافع جاءت كإسهام منهم لتعود بالنفع في استكمال شق وتعبيد وبناء الجسور لهذه الطريق التي يستفيد منها عشرات القرى والمناطق كما أنها تعد خط ثاني إلى يافع مع المديريات الأخرى هذا المشروع أحد المشاريع الذي تربط يافع ويعتبر خط ثاني بعد خط نقيل الخلاء فهذا يختصرها إلى 13 كيلو مت طبعا هذه الطريق مسافتها 13 كيلو من بين العروس مرورا بعقوة رواني بن جعفر عرسم الشتين النجال بن سكندر الذي يربط المهلحي بالابعوس 13 كيلو مشروع أملاق سيكون خط بديل خط قليل التواءات والمنعطفات والمنحدرات المنظمون والمنسقون لهذه الفعالية الثقافية عبروا عن ارتياحهم وامتنانهم بمختلف المشاركين لإنجاحها من شعراء كونها تأتي كعمل ثقافي وخيري لدعم الطريق كما نوجه الشكر للأخوة الداعمين ومن جانب الحكومية الأخنا يبنى المزارة وزير الداخلية والأخ محافظة الاحي على تعاونهم وتقديم المساعدة وتذليل الصعوبات نقول لكل المتسابقين أن يجدوا ويكتهدوا في هذه المشاريع الخيرية هذه الفعالية التي شارك فيها عدد من الشعراء تم اختيار خمسة منهم الفائزون إلى هذه المسابقة الثقافية وكانت النتيجة على النحو الآتي حصول كل من الشاعر نظير بن السيل وهاني صالح قاصم وزاكي بن قادش وسيف ثابت وقماط المشألي على تعادلهم في نتائج تصويت وحصول كل منهم على ثلاثة آلاف وأربعة وثمانين صوت في المرتبة الأولى فيما وصلت مردود المسابقة لطريق مئتين مليون ريال يمني هاد وقد حضر الفعالية الثقافية لهذه المسابقة الشعرية عدد من الشخصية الاجتماعية والوجهاء والعيان في يافع أقرى الاتحاد الدولي للملاكمة العربية رسميا استضافة الاستاذ الأولمبي بمدينة سيئون بحضر موت لبطولة العالم للملاكمة العربية للمحترفين تحت شعار بطولة الأقوة السعودية الإماراتية اليمنية خلال الفترة من 28 إلى 29 من شهر يونيو الجاري برعاية فخامة المشير عبد الربو منصر هدي رئيس الجمهورية وناقش اللقاء بسيئون الذي اضم وكيل محافظة حضر موت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري ورئيس الاتحاد دولي للملاكمة العربية الدكتور الهادي السوديري بحضور وكيل محافظة المساعد عبد الهادي التميمي والوكيل المساعد لشؤون الشباب فهمي باظاوي التحضيرات اللازمة لانعقاد البطولة والسبول الكفيلة لإنجاح الحدث الرياضي العالمي وشكل اللقاء لجنة برئاسة الوكيل مساعد عبد الهادي التميمي لترتيب كافة الاحتياجات الضرورية لانجاح هذا الحدث الرياضي المهم كان هذا هو خبرنا الأخير في نشرة أخبارنا لهذا اليوم عودا للتذكير بأبرز العنوي رئيس الجمهورية طلع في اتصال هاتفي بناء برئيس الوزراء وزير الداخلية على جملة الأوضاع بالعاصمة المؤقتة عدن رئيس الجمهورية استقبل سفيري لولايات المتحدة الامريكية والمملكة العربية السعودية لدى بلادنا قوات الجيش والمقاومة الجنوبية تستعيد مواقع جديدة في جبهة مريس غرب مديرية قعطبة شمال الظالم انتهت نشرة أخبارنا لهذا اليوم نشكركم على طيب المتابعة نلتقيكم في نشرة أخبار غد بإذن الله في أمان الله اشتركوا في القناة